اشتركوا في القناة وزي ما عرفنا المواد بتاعتنا قبل كده قلنا ان كل المواد بتاعتنا هي مواد هامة مواد تخدم التخصص تركيبات ومعدات كهربائية مادة القياسات هي موضوع حلقتنا النهاردة اول باب في مادة القياسات بيتكلم عن القياس وعمليات القياس واجهزة القياس وانظمة القياس دي عناصر هنشوفها واحنا شغالين النهاردة في حلقتنا ان شاء الله اول حاجة بنبدأ بيها لابد انه اثناء دراستك للمادة بتتعرض للشغل في معمل الهندسة الكهربية على معمل الاف فولت لابد انك تكون مطبق لمعايير السلامة والصحة المهنية واخد بالك كويس قوي وانت شغال لانه بتبقى بتعمل تجارب على المعمل وبعد كده بتحملها يعني بتوصلها بتوصل منبع الطيار بالتجارب اللي انت هتعملها لابد ان انت تبقى مطبق لقواعد السلامة والصحة المهنية ودي حاجة احنا بنأكد عليها في كل حلقة لابد ان احنا نطبق قواعد السلامة والصحة المهنية حفاظا على ارواحنا وحفاظا على المعدات اللي موجودة وبنشتغل عليها طيب النهاردة ان شاء الله اول حاجة في مادة القياسات الكهربية هو تعريف القياس طب يعني ايه القياس لو قلنا يعني ايه كلمة قياس لو فسرناها بطريقة سهلة وسالسة وبسيطة كده هي بنقارن كمية بكمية اخرى ولابد ان المقارنة وعملية المقارنة تكون من نفس النوع يعني لما هنيجي نقارن كمية بكمية لابد ان احنا لما بنقارن كيلو جرام يبقى هنقارنه بالكيلو جرام لابد ان احنا لما هنقارن اللتر يبقى هيتقارن بنفس الكمية ونفس النوع كمان نفس واحدة القياس نشوف مع بعض كده اول حاجة عندنا وهي تعريف القياس تعريف القياس بيقول لي ايه بيقول لي هو عبارة عن مقارنة مقدار بمقدار اخر او كمية بكمية اخرى من نوعها او من نفس النوع لمعرفة عدد مرات احتواء الاولى بالنسبة للتانية تمام يبقى انت لما دلوقتي بتروح تشتري اي مكون او بتشتري اي حاجة ما ينفعش هو هيوزن لك مثلا حاجة بالكيلو جرام يحط لك اصادها في الناحية التانية في الميزان بيحط مثلا حاجة بالليتر مثلا تمام يبقى القياس هو عبارة عن مقارنة مقدار بمقدار اخر او كمية بكمية اخرى من نوعها لمعرفة عدد مرات احتواء الاولى بالنسبة للتانية طيب القياس ده انا لي مجموعة او انظمة القياس لي انظمة لي القياس بتسمى انظمة القياس الدولية انظمة القياس الدولية ده عندي في نظام اسمه النظام جاوس ونظام جاوس ده بيبقى من احد انظمة القياس اللي موجودة عندنا بيبقى فيه السنتيمتر وحدة الطول والجرام هو وحدة الكتلة والثانية وحدة الزمن يبقى لما يجي يقول لي اشرح انظمة القياس ادي اول نوع او اول نظام عندي اسمه نظام جاوس تمام نظام جاوس ده فيه ايه بقى وحدة الطول لما هاجيس الطول يعني هيبقى وحدة القياس بتاعته السنتيمتر طب لما هاجيس كتلة او اوزن كتلة يبقى انا عندي الجرام هو وحدة الكتلة طب ولما ايس الزمن او احسب زمن هيبقى الثانية وحدة قياس الزمن تمام يبقى ده كده نظام جاوس نشوف مع بعض النظام التاني النظام المتري النظام المتري كده النظام التاني اسمه النظام المتري من اسمه هنلاقي ان المتر هو وحدة الطول والكيلو جرام هو وحدة الكتلة وعندي كمان الثانية وحدة الزمن ايه الفرق بين دول يا مصر بين الاثنين هقولك انه لما كنا بنتكلم عن جاوس كان السانتي وحدة الطول والجرام وحدة للكتلة والثانية وحدة للزمن طب هناك في النظام المتري المتر واحدة طول والكيلو جرام واحدة الكتلة والثانية واحدة الزمن خد بالك الكلام ده انت مطالب بيه لما هيقولك اشرح انظمة القياس تمام لو قالك اذكر انظمة القياس فانت بتتكلم عن واحد نظام جاوس اتنين النظام المتري تلاتة النظام الجديد اللي احنا هنشوفه معانا اسمه النظام الدولي والنظام الدولي اسمه الدولي المعاصر او المتري المعاصر واختصاره SI تمام اختصاره ايه SI طب هو ايه ده النظام ده وحدات القياس بتاعته ايه ده انا عندي سبع كميات او سبع وحدات اساسية لقياس او للعمل بالنظام الدولي او المتري المعاصر اللي هو SI يسمى النظام المتري المعاصر ويتكون من سبع وحدات اساسية لقياس كميات الفيزيائية الاساسية انا ممكن يكون عندي ايه ممكن يكون عندي من الوحدات دي ممكن يكون عندي الجرام للكتلة المتر للطول السانية للزمن عندي في وحدة قياس الاستربيديان في المول في يعني وحدات قياس مختلفة انا عندي سبع وحدات قياس اساسية لهذا النظام والنظام ده قلنا عليه ايه نظام دولي SI او النظام المتري المعاصر تعال نشوف مع بعض عندي كم وحدة نعدهم مع بعض كده نشوف اول وحدة عندي بتقول ايه الوحدة الاولى المتر للطول اتنين الكيلو جرام للكتلة تلاتة السانية للزمن يبا كده ده ايه لو بصنا على النظام المتري دول اللي كانوا موجودين في المتري صح كده طيب لان ده احنا بنقول عليه المتري المعاصر تمام عندي رقم اربعة مول لكمية المسافة او وحدة قياس المول تمام الانبير لشدة الطيار الكهرابي الانبير لشدة الطيار الكهرابي والحاجات دي بتفكرنا حاجات انتو خدتوها في الصف الاول وكمان وانت في الاعدادي في مرحلة الاعدادية درست يعني ايه الانبير ويعني ايه الفولت ودرست بعض الكميات دي والمتر والكيلو جرام والثانية درسنا والضرقة الكيلفينية شفنا الكلام ده في الصف الاول وايضا في مرحلة الاعدادية انتو درستو بعض الكميات دي برضو عندي كمان الضرقة الكيلفينية لضرقة الحرارة وحدة قياس ضرقة الحرارة هي الضرقة الكيلفينية عندي كمان الاستربيديان ودي حاجة جديدة عليك اسمها زاوية او وحدة قياس الزاوية المجسمة يبقى الاستربيديان لقياس مين الزاوية المجسمة طيب وحدات القياس وحدات القياس دي عندي منها من وحدات القياس بيكون عندي في الامبير وكمان في الفولت وفي الاوم وفي الواط وفي الواط سعة اول حاجة منها هنشوفها هي الامبير الامبير عندي هنا لو نفتكر مع بعض اتعلمنا في الصف الاول وفي المرحلة الاعدادية كان وحدة الامبير دي هي وحدة قياس لشدة الطيار الكهرباء وكان الرمز بتاعها ايه كابتل تعال نشوف مع بعض هنعرفه ازاي هو وحدة قياس شدة الطيار وهو عبارة عن كمية الكهرباء التي تمر في الموصل كل ثانية تمام ويرمز له بالرمز ايه يعني انا لو عندي موصل مر في طيار او مر في كمية كهرباء اللي هي بنسميها الطيار الموصل ده الطيار اللي مر فيه في الثانية الوحدة فده بيعبر عن وحدة قياس شدة الطيار اللي مرت في الموصل وكان الرمز بتاعه ايه اختصار لكلمة امبير اختصار لكلمة امبير تمام كده طيب نشوف ايه الوحدة التانية الفولت الفولت عندي بيقول لي انه الفولت ده هو وحدة او هو مقدار فرق الجهد الكهرباء بين نقطتين في دائرة كهربية يمر بها طيار قيمته واحد امبير تمام عندما تفقد قدرة قدرها واحد واط بين النقطتين وهو وحدة قياس فرق الجهد الكهرباء ويرمز له بالرمز في احنا اتفقنا قبل كده في الصف الاول تعلمنا ان الفولت هو وحدة قياس فرق الجهد ووحدة قياس القوة الدفعة الكهربية سواء بقى كانت او لحظية تمام يبقى كده الفولت هو فرق الجهد بين نقطتين في دائرة كهربية اذا مر فيها طيار قيمته واحد امبير وفقدت قدرة قيمتها واحد واط والكلام ده معناه انه هو وحدة قياس فرق الجهد الكهرباء ويرمز له بالرمز في اختصارا لكلمة ايه برافو عليكم اختصارا لكلمة فولت تمام طيب الوحدة التانية الاوم واحد شاطر يقول يا مستر احنا كنا بنقيس قيمة المقاومة فكان بتطلع وحدة قياسها بالاوم قيمة المقاومة كانت وحدة القياس بتطلع بالاوم فلما لما هنيجي نقيس المقاومة المقاومة دي وحدة القياس بتاعتها كانت الاوم بس ده انا عندي اوم وعند الكيلو اوم وعند البيجا اوم وميجا اوم تمام وفي تيرة اوم كمان بس احنا دلوقتي بنتكلم عن الاوم او الكيلو اوم او الميجا اوم هما وحدات قياس بس كانوا وحدات قياس لمين لقيمة المقاومة صح كده كانوا وحدات قياس لقيمة المقاومة تعالى نشوف تعريفي الام مع بعض ونقول هو واحد القياس ايه ونقدر نجده ازاي نبص مع بعض على الشريحة بتاعتنا هنلاقي ان الام هو مقدار المقاومة الكهربية لموصل عندما يتصل بطرفيه فرق جهد كهرابي قيمته واحد فولت فيمر به طيار قيمته واحد امبير تقولي الكلام ده بيفكرنا يا مستر بمسلس اوم صح كده المسلس ده كان بيقولك ايه ان الجهد فوق وكان تحت الاوم او قيمته المقاومة وكان شدة الطيار فهنا بيقولي ايه انه الاوم هو مقدار المقاومة الكهربية لموصل عندما يتصل بطرفيه فرق جهد كهرابي على طرفين الموصل قيمته واحد فولت ومر فيه طيار قيمته واحد امبير يبقى انا اقدر كده احصل على قيمة المقاومة ايوه من المسلس بتاع اوم اقدر احصل على قيمة المقاومة واقول ان الار تساوي الفي على الاي صح كده من المسلس بتاع اوم اقدر اقول ان الار تساوي في على اي تمام طيب ده كده الاوم الواط الواط عندي ده وحدة قياس القدرة الكهربية تمام هو قيمة القدرة الكهربية بدائرة كهربية على طرفيها واحد فولت هو قيمة القدرة الكهربية بدائرة كهربية على طرفيها واحد فولت والطيار المر بها واحد امبير تمام كده لانه الواط عبارة عن ايه الجهد في الطيار لو تفتكر القوانين اللي درسناها في الصف الاول القدرة اللي هي وحدة قياسها الواط عبارة عن الفي في الاي او الفولت في الامبير او فرق الجهد في شدة الطيار وكانت واحدة القياس بالواط واختصارها دابيو تمام دابيو كابتل تمام كده طيب يبقى كده شفنا الواط عندي حاجة تانية اسمها الواط ساعة وده يا مستر احنا بنشوفه فين اقولك احنا بنشوف الواط ساعة في اجهزة قياس القدرة المستهلكة زي العداد اللي في البيت عندك تمام كده الواط ساعة عندي عبارة عن ايه بقى يعرف بانه قيمة الاستهلاك الكهرابي لدائرة كهربية متصل بطرفيها جهد كهرابي قيمته كان قيمته واحد فولت طبعا الواحد فولت ده مش سابت هو الفولت اللي داخل للمنزل عندك مش واحد فولت احنا بنتكلم في 220 بس احنا بنضرب المثل ان هو واحد فولت ومر فيه واحد امبير تمام يبقى متصل بطرفيها جهد كهرابي قيمته واحد فولت ويمر بها طيار كهرابي قيمته ايه واحد امبير لمدة زمنية قدرها واحد ساعة يبقى الجهد اللي كان على اطراف الموصل والطيار اللي مر فيه الموصل لمدة ساعة تمام كده يديني ايه يديني قيمة الواط ساعة او الكيلو واط ساعة اللي موجود عندي سواء هي بالواط او بالكيلو واط تمام طيب ده كده كان الواط ساعة انا عندي مثال صغير نبص عليه كده المثال ده بيديني انه فيه قدرة مستهلكة وفيه جهد ماشي فيه او على اطراف الدائرة اللي هي الدائرة اللي موجودة في المنشأة في شقة في دائرة كهربية والطيار اللي بيمر فيه الموصل سواء في الشقة برضو او في دائرة الشقة او في دائرة اجهزة او في منشأة صناعية ايا كان الدائرة الكهربية ما هو اي حاجة بيمر فيها طيار وعلى اطرافها جهد هي دائرة كهربية سواء دائرة الجهاز عندك اللابتوب او التليفون او المنشأة الصناعية او الشقة ده كله احنا بنسميه دائرة كهربية زي ما اتفقنا في حلقات الصف الاول وكنا بنقول يعني ايه دائرة كهربية وبنعرف الدائرة الكهربية صح كده طيب نبص على المثال ونشوف هو عاوز مني ايه والبيانات او المعطيات اللي هو هيدهالي نشوف هو مديني ايه وايه المطلوب في المثال نبص على المثال نقرأ مع بعض كويس علشان نطلع بياناتنا من المثال ونقدر نحل نشوف مع بعض جهاز كهرابي زو جهد تشغيل نركز اوي في الكلام علشان نقدر نطلع معطياتنا مصبوطة وكمان تبقى وحدات القياس اللي احنا بنطلعها مصبوطة وبالتالي اقدر احدد المطلوب مني جهاز كهرابي زو جهد تشغيل ميتين وعشرين فولت خد بالك قال لك جهد تشغيل كام ميتين وعشرين فولت تمام طيب عند تشغيله لما جينا نشغل الجهاز ده يمر به طيار لان ان بيمر في طيار مقداره اربعة امبير لقينا ان بيمر في الجهاز ده اللي كان بيشتغل بجهد تشغيل ميتين وعشرين فولت لقينا انه بيمر في طيار مقداره اربعة امبير عند معامل قدرة واخد بالك قال لك هنا ايه عند معامل قدرة الوحدة احسب ما يلي واحد يقف كده يفكر هو يعني ايه معامل قدرة الوحدة انا مش فاهم يعني ايه معامل قدرة الوحدة اقول لك ان معامل قدرة الوحدة ده كان معناه انه معامل قدرة الوحدة يعني الكوزين فاي كانت تساوي ايه برافو اللي بيقول واحد ده اجابتك صحيح تمام يبقى كده نرجع للمعادلة اللي كانت بتقول الفي في الاي في كوزين فاي برافو عليك اللي هي معادلة القدرة تعالوا نشوف هو عايز مني إيه الأول إحنا كده بنتكلم في المعطيات وفهمنا يعني إيه معامل قدرة الوحدة لأن أولادنا اللي مش فاهمين الكلمة هي معناها إن كوزاين فاي يساوي واحد تمام كده؟ تمام احسب ما يلي نشوف هو عاوز إيه؟ ألف قدرة هذا الجهاز المطلوب الأول هو عاوز قدرة الجهاز ده قل للجهاز ده هيبقى قدرته قد إيه؟ تمام كده؟ طيب المطلوب الثاني قيمة الاستهلاك للطاقة الكهربية هنا بقى حطي لي شرط مش إحنا كنا بنقول إن الوات ساعة هو موضوعه إنه هو فرق جهد على طرفين موصل والموصل فيه مر فيه طيار خلال زمن معين أو خلال ساعة صح كده؟ يبقى هنا بيقول لي إيه؟ رجعني بقى لتعريف الكيلوات ساعة أو الوات ساعة قيمة الاستهلاك للطاقة الكهربية خلال 20 ساعة مقدرة بالوحدة التجارية والوحدة التجارية دي إيه مستر؟ ها؟ واحد بيقول الوات ساعة برافو عليك حد تاني قال الكيلوات ساعة تمام برافو برضو بس أنا ما عنديش حاجة هنا بالكيلو صح كده؟ يبقى هنشتغل بالوات ساعة ونشوف هتطلع معنا بالكيلو ولا هتطلع بالوات ساعة وإمتى نخليها بالكيلو وإمتى تبقى بالوات ساعة؟ تمام؟ طيب نشوف الحل بتاعنا معنا أول حاجة هتحسبها هتقول له قدرة الجهاز وقدرة الجهاز دي كان بتساوي إيه؟ افتكر كده كان القانون بيقول لك ال-B تساوي ال-V في i في كوزاين فاي مش دا كان قانون القدرة اللي انت تعلمته صح كده؟ وده قانون القدرة اللي احنا قلنا فعله أسبقى لمادة الآلات الكهربية ما هي القدرة واحدة سواء قدرة لمحول قدرة لمولد قدرة لجهاز كهربي هي القدرة واحدة قدرة محطة كهربية القدرة قانون واحدة تمام طيب هنا القدرة كنا بنقول ان البي تساوي البي في اي في كوزين فار يعني ايه يعني الفولت في شدة الطيار او فرق الجهد في شدة الطيار في معامل القدرة طب هو قال لي فرق الجهد كم الداني المعتاد بتاعتي في المسألة والداني الطيار اربعة امبير في المسألة صح كده وكوزين فار اجيبه منين يا مستر اقولك ارجع للكلمتين اللي احنا قلناهم اللي هما ايه بقى برافو اللي هما كوزين فار كان بيقولك في المسألة علما بان معامل القدرة يساوي الوحدة صح كده يبقى ده كوزين فار بتاعك على طول كده يساوي الوحدة يبقى عندي ايه الكوزين فار بواحد طب حتى في التفاصيل هو معنى كوزين فار يساوي واحد معنى كلمة معامل القدرة يساوي الوحدة معناها ايه يا مستر اقولك على طول كده معناها ان الحمل متزنة معناها ان الحمل متزن او متماسل تمام كده نخب بالنا من النقطة دي انه دي فاحنا عندنا طبعا في امتحان الترم او في امتحان نصف العام الفصل الدراسي الاول او الفصل الدراسي التاني بيبقى فيه معمل فده هيبقى طبعا فيه جزء من الدرجة المعمل على الاسئلة الشفاوية فهتتسئل سؤال ممكن يقولك يعني ايه كلمة معامل قدرة الوحدة فانت ولد شاطر فقلت له ايه معامل قدرة الوحدة مشواندس يعني كوزاين فايو ساو واحد طب يعني ايه وضح لأكتر ما هو لأك فاهم فحب يخش لك في التفاصيل وضح لأكتر كده يعني ايه يعني الحمل كده نوعه ايه او ماله فمعناها ان الحمل متزن تمام كده الحمل متزن او متماسل ويعني ايه متزن يعني جميع الاطراف متساوية جميع الاحمال على الاوجه متساوية تمام نشوف نرجع للمسألة بتاعتنا نرجع للسؤال او القانون كان بيقول لي ايه قدرة الجهاز قدرة الجهاز هنا كانت تساوي ايه 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 وقلنا الجهد في شدة الطيار في الكوزاين فاي او معامل القدر كده شكلنا القانون بتاعنا وهنا القانون بالعربي لو انت عاوز تعمله كمعادلة او بالانجليزية هيبقى البي تساوي البي في ايه في كوزاين فاي تمام كده تعالى نشوف ايه نعوض ازاي الجهد في المثال كان متدهولك بكام بمئتين وعشرين يا مستر قال لي ان دخل الجهاز ده بيشتغل او الجهاز ده بيشتغل على جهد مئتين وعشرين فولت وعود نفسك ما تتكلمش ان هو مئتين وعشرين وتسكت لأ هي مئتين وعشرين فولت عشان اعرف ان انت بتتكلم عن فرق الجهد اللي داخل تمام طيب في كام اضرب في كام قال لي هتضرب في اربعة ليه لانه هو ده شدة الطيار اللي مرت في دائرة الجهاز صح كده في اضرب في ايه بقى معامل القدرة واللي بنأكد عليها تاني كان بقولك معامل القدرة يساوي الوحدة يعني الكوزاين فاي بكام بواحد تمام كده يبقى اعملنا ايه نضرب كلام ده في بعضه هيطلع لي برقم 8800 واط تمام واحد يقول لي يا مستر هي طلعت بالواط ما طلعتش بالكيلواط ليه هقولك اسم الرقم اللي طلع ده على 1000 هتبقى 8 كيلواط و800 صح كده و800 8 كيلو و800 صح كده دي بنقسمها على 1000 هتبقى بالكيلواط طيب انا دلوقتي اشتغلت بالواط ليه لان ده كان بالفولت مش بالكيلو وده كان بالامبير فبالتالي طلعت معايا بالواط لو عاوزها بالكيلو والله هقسم على 1000 هتبقى معايا بالكيلواط طيب بس كده لا ده انا كده جبت له الطلب الاول او المطلوب الاول اللي هو الف كان عاوز قدرة الجهاز صح كده الف كان عاوز ايه قدرة الجهاز طيب نيجي للمطلوب التاني المطلوب التاني كان بقول لي ايه الطاقة الكهربية المستهلكة تمام واحد يقول هنا يا مستر يعني هنحتاج بقى للعشرين ساعة برافو عليك يعني هنحتاج كده للعشرين ساعة اللي هو الدهالي في المسألة اه كده هنحتاج العشرين ساعة اللي الدهالي في المسألة طب هنستخدمها ازاي هو استهل قدرة الجهاز قد ايه قدرة الجهاز طلعت معاك ب8800 واط يبقى هنا الطاقة الكهربية المستهلكة اخد ايه بقى اخد ال800 في عشرين على الف تمام طلع لي 17 كيلو و 6 من عشر 17 و 6 من عشر كيلو واط تمام كده طيب بقى كده المثال بتاعي ده خلص عندي وحدات قياس تانية لمثلا الشحنة الكهربية زي الكلوم عندي قياس السعة وعندي وحدة قياس الحس او اللي هي الملف الهنري والكلوم وكمان الفراد ده هنشوف الوحدات القياس دي معنا برضو هنقراها ونتعلمها ونحفظها لانه بييجي سؤال في الامتحان مهم عرف كل من فتكروا النقطة دي كويس فتكروا السؤال ده كويس لانه بييجي سؤال مهم قوي نقطة في يعني السؤال بييجي مثلا الف به فبتبقى نقطة كده الف او به في السؤال يقول لك عرف كل منه ويجي فتح لقوص وقايل لك 3 اربع مصطلحات تمام ويبقى مطلوب منك انك تعرفهم اول حاجة عندي هو الكولوم الكولوم ده ايه قال لي انه هو وحدة قياس الكمية الكهربية وطب قيمته ويساوي كمية الكهرباء التي تنتقل في السانية الواحدة بمرور طيار ثابت شدته امبير واحد واحد امبير يعني تمام كده ده مين يا جماعة ده الكولوم طيب هو الكولوم ده اقدر احسبه ايوه اختصاره سي تمام اقدر احسبه ازاي هو قال لك هنا ايه مش قال لك ان كمية الكهرباء التي تنتقل في السانية الواحدة بمرور طيار ثابت يبقى هضرب الاي اللي هو الطيار الثابت اللي مر في مين في الزمن اللي انتقل فيه الطيار ده او مر فيه الطيار ده تمام كده يبقى الكولوم اقدر احسبه من العلاقة دي شدة الطيار في الزمن اللي مر فيه الطيار تمام وهو وحدة قياس ايه يا جماعة وحدة قياس الكمية الكهرباء تمام تعالي نشوف التعريف التاني او المصطلح التاني الفراض الفراض ده تعالى ممكن نتكلم عن الفراض ده ازاي هو وحدة قياس ايه السعة الكهربية الاول صح كده يبقى هو وحدة قياس السعة الكهربية يعني المين يعني المكسف مثلا اه يعني المكسف نقول وحدة قياسه بالفراض او ميلي فراض او مايكرو فراض او بيكو فراض ونانو فراض والحاجات دي هنشوفها في جداول انا جايب لك جدول بكل الوحدات القياس للعناصر او المصطلحات اللي احنا بنشوفها تمام يبقى الفراض هو وحدة قياس السعة الكهربية ويساوي سعة المكسف الكهربي الذي اذا شحن بكمية كهرباء مقدرها واحد كولوم ارتفع الجهد بين طرفيه واحد فلت تمام طيب ده الفراض العلاقة بتاعته ايه هو قال لك انه ايه اذا شحن بكمية كهرباء مقدرها واحد كولوم ارتفع الجهد بين طرفيه واحد فلت يبقى العلاقة بتاعته الاف اللي هي اختصار الفراض تساوي الكولوم اللي كان عندي تمام لو وحدة قياس الكمية الكهرباء الكولوم اللي هي كمية الشحنة السي على في تمام يبقى انا كده حققت او جبت قيمة الفراض اللي مطلوب الهنري الهنري ده وحدة قياس ايه مستر هلاقي ان الهنري ده وحدة قياس الملف وحدة قياس الحس الزاتي للملف يعني مش هنقولها الملف على طول هي وحدة قياس الحس الزاتي للملف هل هو الهنري فقط هي وحدة القياس لا ده احنا تعلمنا في سنة اولى في الصف الاول تعلمنا في مادة اجهزة القياس تعلمنا انه الهنري مش بس هو وحدة قياس الحس الزاتي ومال ايه سامع اللي بيقول ده انا عندي مين الهنري ومايكرو هنري برافو عليك عندي وحدات قياس مختلفة للهنري وبيبقى عندي اقصى حاجة الهنري اعلى حاجة قيمة فيها اكبر قيمة او القيمة الكبرى فيه او العظمة بتبقى الهنري بعد كده القيم الاقل بتبقى المين الهنري والمايكرو هنري والبيكو وهكذا تمام طيب نشوف الهنري تعريفه ايه وهو وحدة قياس ايه تعالنا نشوف مع بعض عندي هنا الهنري هو وحدة قياس الحس الزاتي طب هنا يا مستر انت ما كتبتليش الحس الزاتي للملف ما هو طبيعي الحس الزاتي ده للملف وحدة قياس الملف تمام او قيمة الملف هو وحدة قياس الحس الزاتي ويساوي بص بقى هي جتلك اهي الحس الزاتي لملف مقفل تمام لملف مقفل لان الملف ده لو مش مقفل هيبقى عبارة عن موصل الملف ده لو مش مقفل هيبقى عبارة عن موصل يبقى هنا يساوي الحس الزاتي لملف مقفل تتولت فيه قوة دفعة كهربية مقدرها ايه فاندن مقدرها واحد تمام كده واحد فولت عندما يكون معدل تغير الطيار يساوي امبير واحد في الثانية تمام كده يبقى هنا العلاقة اقدر اقولك ان الال تساوي معدل تغير الجهد تمام معدل تغير الطيار على معدل تغير ايه الزمن تمام كده طيب اللومن اللومن ده احنا بيبقى عليك في الصف الاول ده جديد عليك شوية في عندي وحدات قياس جديدة علينا في الصف السين لكن في الصف الاول انا ما شفتش اللومن ما شفتش اللاكس ده وحدات قياس احنا ما شفناهاش مثلا ما اشتغلناش عليها لكن انت في الصف التاني السنية دي هتدرس اللومن واللاكس والشمعة ووحدات القياس للإضاءة والاستضاءة ودي وحدات هتخص مادة التركيبات الكهربية يعني إحنا بندرسها هنا في أجهزة القياس لأن أنا عندي أجهزة قياس بتقيس وحدة قياس الضوء بتقيس اللاكس وبتقيس اللومين وتقيس شدة الإضاءة فأنا عندي أجهزة قياس بتقيس الكلام ده فهنا بدرس تعريفات اللومين والاكس وأجهزة القياس اللي بتقيسها وبروح هناك في التركيبات الكهربية هتلاقيها في الفصل الدراسي الثاني انت بتقيس بتعمل تركيبات وتمديدات كهربية وبتعمل إضاءة فبتحتاج تبقى عارف اللومين والاكس لكل وحدة ودي حاجات بتبقى تخص الكود المصري لعمليات الإضاءة إضاءة الحجرة قد إيه حجرة النوم قد إيه الطرقة قد إيه مطبخ وحمام بتبقى إضاءته قد إيه فدي حاجات بتخص جدول اسمه جدول الكود المصري تمام؟ فبالتالي انت محتاج تبقى عارف وحدة القياس دي إيه والأجهزة اللي بتقيسها تمام كده؟ نشوف مع بعض تعريف اللومين إيه أول حاجة نقولها مع بعض فيه اللومين هو وحدة قياس الفيد الضوئي وحدة قياس الفيد الضوئي ويساوي الفيد الضوئي المنبعث بانتظام ويساوي الفيد الضوئي المنبعث بانتظام من مصدر ضوئي قوته شمعة واحدة من مصدر ضوئي قوته شمعة واحدة تمام كده؟ طيب داخل زاوية مجسمة تساوي استربيديان واحد داخل زاوية مجسمة تساوي استربيديان واحد طيب يبقى هنا الكلام ده معناه ان انا هدرس اللومن لم او احتاج تعريف اللومن او وحدة قياس اللومن دي هتبقى لما هشتغل في الاضاءة بروفو عليك لان هي هنا بتتكلم عن قياس في الضوئي تمام كده قياس في الضوئي طيب التعريف التاني عندي اللاكس طبعا هي وحدة قياس اللاكس ده ده لشدة الاضاءة ونشوف التعريف مع بعض كده بيقول لي ايه هو وحدة قياس شدة الاضاءة او الاستضاءة ويساوي استضاءة سطح يتدفق منه لومن واحد عموديا وبانتظام في كل متر مربع يعني الكلام ده يا مستر يمشي على اللمبات او ايوة نتكلم عن شدة الاضاءة للمبة يبقى هقول لك شدة الاضاءة لللمبة دي او للمصبح ده مثلا رقم كده اللي هو مثلا ايه 15 لكس 10 لكس يعني بيبقى قيمة وحدة القياس بتاعتك باللكس ليه انت بتقيش شدة الاستضاءة او شدة الاضاءة تمام طيب عندي بقى الجدول ده مهمة قوي لانه بيبقى فيه بنعرف منه الكمية وبنعرف وحدة قياسها وبنعرف الرمز او المصطلح الانجليزي بتاعها اللي بيبقى لوحدة القياس وكمان بنبقى عارفين الرمز والوحدة المكافأة ليه جدول ده مهم لانه بيبقى احنا اتفقنا انه بييجي يقول لك زي ما كان بيقول عارف كل من ما يلي اللي هو يفتح لك قوس او عارف الاتي بيجيب لك قوس كده ويحط لك فيه واحد اتنين تلاتة اربعة الانبير الفولت الاوم الوات ساعة اللكس اللومن يحط لك كم نقطة كده جوه القوس ومطلوب منك تعرفهم تمام وفي التعريف احنا قلنا وحدة القياس بتاعتهم او هما وحدة قياس لإيه يعني في الحاجات دي الفولت والامبير واللوكس واللومن وكل الحاجات المصطلحات اللي احنا قلناها اللي هي كانت وحدات قياس تمام قلنا هي وحدة قياس لإيه تعال هنا بقى نشوف الكمية ونشوف الرمز بتاعها وكمان نشوف ايه تاني نشوف الترميز اللي هو الوحدة المكافأة تمام نبص مع بعض على الجدول ونركز فيه قوي علشان نعرف نتعامل معاه هو موجود في الكتاب بنفس الشكل تمام اول حاجة عندي القوة القوة وحدة القياس بتاعتها نيوتن تمام الكلمة بالانجليزي نيوتن اما الرمز اختصار كلمة نيوتن اختارنا رمز الان علشان يعبر عن كلمة نيوتن يبقى النيوتن وحدة قياس مين يا جماعة القوة طب الوحدة المكافأة النيوتن ده نفكه بايه الوحدة المكافأة بتاعته بايه اللي هي كيلو جرام المتر لكل ثانية تربيع تمام كده طيب الطاقة الطاقة دي او الشغل يعني الطاقة او الشغل الوحدة القياس واحدة اللي هي الجول والكلمة بالانجليزي هي كلمة جول والاختصار قولنا ايه الجي تمام كده طيب الجي هنا اللي هو الجول يعني نيوتن لكل متر يعني ايه مستر الكلام ده يعني لو انت كتبتها جول صح لو انت كتبتها نيوتين لكل متر صح تمام القدرة او الاستطاعة القدرة هنا لانه احنا كنا بنتكلم عن قدرة الجهاز مثلا قدرة الدائرة الكهربية قدرة المحرك او المولد او المحول اي الى كهربية هي لها قدرة القدرة هنا او الاستطاعة رمزها او الوحدة وحدة القياس هي واط تمام طيب الرمز بتاعها ايه دابليو تمام كده طيب ومال بقى الوحدة المكافأة الوحدة المكافأة معناها ان الدابليو اللي هو الواط بيساوي جول لكل ثانية تمام كده طيب تمام الشحنة الكهربية قلنا كلوم في الحاجات اللي احنا قلناها ان الكولوم هو مقدار ووحدة قياس الكمية الكهربية او الشحنة الكهربية تمام وكان رمزه ايه كان رمزه سي الناس اللي صحية معانا وفاكرة اللي احنا قلناها كان رمزه سي اختصار كلمة كلوم تمام طب والكلوم كان ايه كان فيه طيار بيمر في الموصل في زمن معين برافو عليكم يعني هنا عندي السي كان امبير لكل ثانية ليه لما احنا جينا يا مستر عملنا حسبنا الكولوم قلنا انه هو مقدار طيار مر في الموصل لزمن معين وكان اي في التي صح كده يبقى هنا امبير لكل ايه او امبير لكل ثانية تمام الجهد او القوة الدفعة الكهربية برضو احنا بنعرف الفولت قلنا ايه ان الفولت وحدة قياس مين الجهد او القوة الدفعة الكهربية ورمزه كان ايه يا جماعة الفي اختصار لايه لكلمة فولت تمام طيب الفولت هنا لو عاوز اشوف الوحدة المكافئة ليه الوحدة المكافئة ليه جول لكل كولوم جول لكل كولوم تمام كده الساعة الكهربية الساعة الكهربية انت لسه دلوقتي كنا بنعرف الفراد صح كده وقلتلك ان الفراد وحدة قياس الساعة الكهربية والساعة الكهربية دي موجودة فين في المكسفات يبقى المكسف وحدة قياسه ايه فراد ملي فراد مايكرو فراد وبيكو فراد وده هنشوفه في جدولتين يبقى انا عندي هنا الساعة الكهربية الوحدة وحدة قياسها ايه فراد اختصاره الاف رمز اف ده بينظر ليه او بيمثل قيمة او بيعبر عن كلمة فراد ووحدة الوحدة المكافأة ليه الفراد بيساوي كلوم لكل فولت كلوم لكل فولت ده كان جدول مطلوب منك تبقى حافظه مطلوب منك تفهمه الاول وخصوصا الجزء اللي هو بتاع الوحدة المكافأة القوة رمزها ايه وحدة قياس الرمز يعني القوة قلنا نيوتن رمزها ان وهاكذا كل كمية ليها وحدة قياس وليها رمز وليها وحدة مكافأة طيب تعال نشوف الجدول التاني هنا الجدول التاني استكمالا للجدول الاول بيقول لي المقاومة الكهربية دي كلها حاجات احنا قلناها في الكميات الكهربية اللي احنا شفناها وعرفناها المقاومة الكهربية كانت وحدة قياسها ايه جماعة الاوم المقاومة الكهربية كانت وحدة قياسها الاوم وقلنا ان الاوم هو الار ده قيمة مين المقاومة او رمز لقيمة المقاومة تمام والاوم هو وحدة القياس يبقى ال-R ال-V تمام كده ال-V على ال-R تمام التدفق المغنطيسي التدفق المغنطيسي ده اللي هو الفريض المغنطيسي كسافة الفريض المغنطيسي وحدة قياسه بالويبر واختصاره ويب تمام وده بيبقى الوحدة المكافأة ليه بيبقى الفولت لكل ثانية كسافة التدفق المغنطيسي بيبقى اسمها تيسلا او كسافة الفريض المغنطيسي هنا كنا بنتكلم عن الفريض هنا كسافة الفيض دي واحدة قياسها تيسلا ورمزها تي وهنا بتبقى وبر لكل ايه ايه لكل متر في المربع كل دي امرابع الفيض الضوئي هنا اللومن اختصاره الام ده الفيض الضوئي الام وهنا عندي الوحدة المكافأة بتاعته وخاصة هنا الكاندلا او الشامعة تمام شدة الاضاءة لكس وده قلناه بيبقى ال اكس تمام ال ال اكس ده اختصارا لكلمة ايه لكس او هو وحدة شدة الاضاءة وهنا اللكس الوحدة المكافأة بتاعته ال الام دي قلنا عليها مين اللومن صح كده لومن لكل متر مربع لومن لكل متر مربع طيب اخر حاجة فيه كميات دي التردد تردد وحدة قياسه الهيرتز وحدة قياسه ايه هيرتز وعندي الرمز بتاعه اتش زد او زبزبة لكل ثانية تمام يعني ممكن تبقى هيرتز او زبزبة لكل ثانية وهنا عندي اهول الهيرتز وحدة قياسه ايه ثانية او واحد لكل ثانية زبزبة واحدة لكل ثانية تمام طيب نشوف هنا بقى ده جدول برضو موجود عندنا في الكتاب وانا يعني حبيت اعرض لكم الجداول دي بحيث ان انت تبقى عارف الكميات اللي انت هتشتغل عليها وحدات القياس بتاعتها الكمية العظمى او القيمة العظمى لوحدة القياس القيم الصغرى لوحدة القياس مين اللي بالكيلو الكيلو يبقى كام البيكو يبقى كام النانو المايكرو الميلي كل دي حاجات لابد ان انت تبقى عارفها علشان وانت داخل على وحدات القياس او قدامك وحدة قياس ومثال فيه وحدات قياس هتعملها هتحسبها يبقى انت عارف الملي بكام البيكو النانو كل الحاجات دي تبقى عارفة نبص على الجدول ده هنفهم الكلام اللي احنا بنقوله ده نشوف كده مع بعض عندي هنا الوحدة اول وحدة عندي التيرة والتيرة دي بتبقى وحدة قياس كبيرة قوي رمزها التي والعشرة قص 12 القيمة العددية بتاعتها يعني عشرة قص 12 معايا عشرة ومعايا 12 سفر جيجا الجيجا هنا رمزها الجي وبضرب علشان مثلا الواحد جيجا يعني واحد فعشرة قص 9 الواحد جيجا يعني ايه واحد فعشرة قص 9 الاتنين جيجا مثلا اتنين في عشرة قص 9 تمام كده عشان نفهم بس ايه هنعمل ايه بالقيم دي الميجا الميجا رمزها ام كابتل كل الرموز دي خلي بالك بتبقى كابتل تمام الميجا ام كابتل ودي عشرة قص 6 يعني لما اجي حول مثلا خمسة ميجا الخمسة وليكن خمسة في عشرة قص 6 يبقى انا كده حولتها ليه الميجا يعني هينزل معايا 6 اصفار تمام الكيلو طبعا كلنا عارفين ان الكيلو 3 اصفار يعني 1000 فعشرة قص 3 ورمزه الكي كابتل السانتي السانتي هنا سي وده عشرة قص سالب ناخد بالنا بقى سالب اتنين قص سالب اتنين يعني ايه نستر كده يعني كده بدأنا ننزل على الوحدات الصغرى تمام كده بدأنا ننزل على الوحدات الصغرى انا بدأت فوق من اقصى قيمة واعلى قيمة التيرا وبعدين الجيجا وبعدين الميجا بنزل تنازلي كده وبعدين الكيلو وبعد كده هبدأ تنازلي برضو في مين في الوحدات الصغرى السانتي رمزه سي وعشرة او بدرف عشرة قص سالب اتنين الميلي هنا عندي الميلي ام كابتل في عشرة قص سالب تلاتة المايكرو علامة الميو العلامة دي اسمها ميو او الحرف ده ميو بندرف عشرة قص سالب ستة النانو ان كابتل برضو ان بيبقى عشرة قص سالب تسعة البيكو عشرة قص سالب اتناشر الفيمتو بيبقى عشرة قص سالب خمستاشر دي وحدات قياس لابد ان انت تبقى عارفها في جزء جديد معانا نتكلم فيه بقى اللي هو ايه لو انا معايا جهاز قياس وعايز اقرأ المصالحات بتاعته احنا دلوقتي شفنا وحدات القياس وكل الوحدات والرموز ومصطلحات وتعرفاتها عايزين دلوقتي ندخل على اجهزة القياس اجهزة القياس اللي عندي اي جهاز قياس بيبقى مكتوب عليه شوية رموز او مصطلحات بتبقى الرموز والمصطلحات دي بتبقى معبرة عن دلالات معينة لها دلالات معينة على الجهاز في طريقة الاستخدام وطريقة التشغيل وطريقة التزبيت وجهد الاختباري اللي هيشتغل عليه ودقة وحساسية الجهاز تمام نشوف مع بعض كده احنا هنتكلم عن ايه الرموز والمصطلحات لاجهزة القياس عندي ادي ده كده معايا جهازين ليه القياس جهاز قياس الامبير او شد الطيار وجهاز قياس الفولت اوفر الجهد هنا الجهاز ده لو بصيت عليه مكتوب ادي حرف ايه يعني هيئس امبير وعلامة الطيار متردد وهنا في علامة كده زي الملف وفيه هنا علامة زي حرف التي مقلوب وفيه نجمة جواها رقم وهكذا فيه ناحية تانية الاتنين ونص دي معناها ايه وكده عايزين نفهم الكلام ده معناه ايه تعالا نشوف كده مع بعض الاول نشوف بعض الرموز اللي دخلني بعد كده على الاجهزة واقدر اقرأ الجهاز الرمز ده معناه ايه الرمز ده انا هشوف بقى الرمز ونوع الجهاز الجهاز ده معناه ايه الرمز ده بيرمزلي الى ايه الرمز ده معناه جهاز مغناطيسي دائم وملف متحرك وعزم اعادة ميكانيكي يبقى لما شوف الجهاز اللي قداني عليه العلامة دي من تحت يبقى عرفت ان ده جهاز مغناطيسي جهاز قياس مغناطيسي زو مغناطيس دائم وملف متحرك وعزم اعادة ميكانيكي طيب الشكل التاني ده او الرمز ده معناه ايه معناه جهاز مغناطيسي دائم وملف متحرك بدون عزم اعادة ميكانيكي يعني جهاز نسبي الرمز ده ايه كمان الرمز ده معناه جهاز قلب حديدي متحرك لا استقطابي وبعزم اعادة ميكانيكي تمام يبقى احنا فهمنا العلامة دي معناها جهاز قلب حديدي متحرك طب والشكل ده الشكل ده معناه جهاز قلب حديدي متحرك ومغناطيس دائم ومغناطيس ايه دائم طيب نشوف كمان شوقات رموز برضو هنلاقيها على الاجهزة الرمز ده معناه ايه الرمز ده معناه ان الجهاز ده جهاز بيحتوي على صمام الكتروني تمام طب والشكل ده تاني الشكل ده معناه ان لو لقيته على الجهاز يبقى الجهاز ده جهاز قياس زوم اغناطيس دائم وملف متحرك مزود بمزدوج حراري معزول تمام طيب ايه تاني العلامة دي لما لقيها على جهاز قياس معناها ايه ان الجهاز ده جهاز حراري بمزدوج حراري في علامة تانية كده شبه علامة النجمة ده جهاز حراري بسلك ساخن جهاز حراري بسلك ساخن فيه سلك تسخين جوا برضو شوية رموز ده معناها انه الجهاز ده لو لقيتها على جهاز قياس يبقى الجهاز ده بيشتغل طيار مستمر تمام كده طب العلمة دي براف واحد بيقول لي ده كده يشتغل بطيار متردد يبقى الجهاز ده يشتغل طيار متردد امال دي بقى يبقى الجهاز هنا لو لقيت العلمة دي يبقى معناها ان الجهاز هيشتغل بالطيارين مع بعض طيار متردد وطيار مستمر معنى كده يبقى الجهاز ده اكيد في دائر التوحيد تمام طيب العلامة دي معناها ايه جهاز قياس زو ملف متحرك مزود بموحد طيب والشكل ده جهاز قياس زو ملف متحرك تمام يبقى كده شفنا بعض الرموز اللي تخليني اقدر ادخل على اي جهاز اعرف اقراه طيب في بعض الرموز التانية المهمة قوي بقى نبص على الشكل ده كده شكل النجمة دي لو النجمة دي لقيتها فضية النجمة اللي بتبقى موجودة على الجهاز على شاشة الجهاز من الاسفل على الشمال تمام هنلاقي نجمة زي دي النجمة دي لو لقيتها فضية معناها ان جهد الاختبار 500 فولت طيب النجمة لو جواها صفر يبقى مفيش جهد اختبار الجهاز ده بدون جهد اختبار طب لو لقينا العلامة دي النجمة جواها اتنين يبقى جهد الاختبار كام اتنين كيلو فولت تمام يبقى اتنين كيلو فولت طيب امال الرمز ده معناه ايه معناه ان الجهاز ده بيشتغل في وضع رأسي الجهاز ده بيشتغل في وضع رأسي طب والعلامة دي كمان الزاوية 60 معناها ان الجهاز ده بيتم تثبيته بوضع مائل بزاوية 60 درج كده مصطلحات تخليني اقدر ادخل على اي جهاز مخافش وانا بقراه عندي خلفية عن الرموز والمصطلحات اللي موجودة عليه طيب هنا عايزين نقرأ قراءة واجهة اجهزة القياس قراءة واجهة اجهزة القياس دي هتخليني اخش على المثال اللي قدامي ده ونحله مع بعض لانه هيجيلك مثال في الامتحان بالشكل دوت علشان يشوفك انت فاهم الجهاز ولا لا تعرف تقرأ شاشة اي جهاز ولا لا المثال بيقول ايه ارسم واجهة جهاز ناخد بالنا المثال هنا ممكن يجيلي بشكلين يا جماعة وهنشوف الشكلين مع بعض يعني المثال اللي بعد كده هنشوف شكل تاني من المثال ارسم واجهة جهاز واتميتر من النوع الكهرو ديناميكي زو ملف متحرك زو ملف متحرك يعمل على الطيارين المستمر والمتغير يستعمل الجهاز افقيا درجة دقة الجهاز خمسة من عشرة وجهد الاختبار له اتنين في عشرة اس تلاتة فولت معناها ايه دي؟ معناها اتنين كيلو فولت تمام كده؟ يبقى السؤال ده ممكن يجيلي بشكل عبارة عن سؤال كلامي او مسألة كلمية زي دي كلامية زي دي كده وبيقول لي عبارة عن محتوية المسألة على شوية قيم ومصطلحات وانا مطلوب مني اروح اعمل ايه بقى؟ اروح ارسم الجهاز ده هو قال لي في المثال ايه؟ جهاز قياس او واجهة جهاز واتميتر خد بالك قالك واجهة جهاز واتميتر ارجع للرسم على طول رسمنا شاشة الجهاز بتبقى بالشكل ده حطينا التدريج وحطينا المؤشر وروح تكتيب له دابيو ليه؟ عشان لما يبص على الجهاز على طول يعرف ان ده جهاز هيئيس ايه؟ قدرة تمام كده؟ او طاقة خلاص؟ طيب عندي ايه تاني؟ قال لي ان دقة الجهاز خمسة من عشرة او حساسية الجهاز خمسة من عشرة كتبت له خمسة من عشرة اهيت صح كده؟ كتبت الخمسة من عشرة هنا طيب النجمة دي هو كان قال لي ان جهد الاختبار للجهاز جهد الاختبار للجهاز اتنين في عشرة قس تلاتة فولت يعني اتنين كيلو فولت يعني الفين فولت صح كده؟ واحنا قلنا النجمة دي لو جواها اتنين يبقى جهد الاختبار عبارة عن كام اتنين فولت وما ليا مستر هنا علامة تانية بيقول لي هو الجهاز ده هيشتغل طيار متردد ولا مستمر ايوة ما هو كان في المثال قال لك ان الجهاز يعمل بالطيارين المتردد والمستمر فبالتالي حطيت العلامة اللي هي معناها انه تؤكد ان الجهاز ده هيشتغل بالطيارين المتردد والمستمر تمام؟ طيب وقال لي كمان ان الجهاز ده بيعمل بوضع افقي الجهاز يعمل في وضع افقي حطيت له العلامة دي كده دي معناها ان الجهاز بيعمل في وضع افقي كده كده في حلقتنا اتكلمنا عن تعريف القياس وبعض الكميات او كميات الكهربية زي الانبير والفولت والاوم واللاكس واللومين والواط شفنا المصطلحات او وحدات القياس وعرفناها شفنا جداول حطينا فيها كميات القياس ورموز ووحدة القياس بتاعتها شفنا وحدات القياس العظمة والسغرة وعرفنا يعني ايه 10 قص 12 10 قص 3 10 قص 6 10 قص سالب مثلا اتنين 10 قص سالب 3 وفهمنا الكلام ده كله وشفنا وجهة الجهاز وبكده تكون انتهت حلقتنا لحد دلوقتي تمنياتي لكم جميعا بدوام التوفيق والنجاح ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة